اشتركوا في القناة بعدين سيركاريا من نوع وبعدين يسيب السنير ويمشي في الماء لمدة 3 ايام لحد ما يدخل سمكة البوري اللي اسمها او سمكة البولتي اللي اسمها بعدين السيركاريا هتفقد التيل بتاعها وتكون حواليها سستو وتتحول الى انسستد ميتا سيركاريا يجي الانسان يأكل السمكة اللي بواها انسستد ميتا سيركاريا ده لو السمكة ده يعني تملاح يتقل من 7 ايام وده اللي بيحصل مع الفسيخ تدخل الانسستد ميتا سيركاريا ديل للسمول انتستر وتشبك نفسها بالسكرز لحد ما تبقى أدلت بعد سبوعين مش بس الانسان اللي بيوصاب بالهتروفيس اي كائن تاني بيأكل السمك زي الكاتس او الدولز ممكن يوصابها دي الهتروفيس دي بتعمل في المكان الموجود فيه كاتيرا الانفلاميشن ونيكروزيس وسوبرفيشل أسرز وبتعمل وتريد دايريه وده بيعمل ببور أبزوربشن لكن أخطر حاجة هي الاكتافوكيتيروفاييزيس يعني الإجزة هتتحرك من السمول انتستر وتوصل للهارت عن طريق الانفاتيكس وتعمل مايوكاردايتس ممكن يوصل لهارت فيلير أو تروح البرين والسباينال كورد ممكن تعمل يعني انفلاميشن في سكشن من السباينال كورد أو تعمل بنعمل دياجنوزز بالسطول وبيبقى فيها الإجز والتريتمين بندي سنجل أورال دوز من البرازيك وانتل اشتركوا في القناة